بيبدأ المسلسل في القرية الريفية وبنعرف ان فيه مهرجان بيتعمل كل سنة للشباب اللي عندها 18 سنة وبيتجاوزوا بنات من نفس السنهم وبنشوف اهل القرية وهم في السوق وبيستعدوا للمهرجان وفجأة بتظهر بطلتنا شيعوة وبالرغم من شكلها الجميل لكن اول ما الناس بتشوفها بيخافوا وبيطلعوا ويجروا وده لانهم بيقولوا عليها شقم ونحس كل ما بتروح لمكان بيحصل فيه مصيبة بتستغرب شيعو من رد فعلهم وبتروح عند البحيرة وكان فيه هناك شخص غرقان وبرضو اول الناس اللي هناك ما شافتها خافوا وهربوا لدرجة ان في منهم ناس نطت في البحيرة قربت شيعو من الجسة وفضلت تفحصها عشان تحدد سبب الوفاة وكان معاها شنطت ادوات والناس كانت بتتفرج عليها وهم خايفين بتكون شيعو عايزة تاخد الجسة معاها عشان تكمل فحصها لكن بيجي ابوها وبيشدها من ودانها وبيقولها انه حذرها اكتر من مرة ما تقربش من الجسس وبتيجي مراته وبتشده من ودانه وبتقوله انها حذرته اكتر من مرة يسيب بنته وتقرب من الجسس ده ايه العيلة الغريبة دي بعدها الشيعة وبتروح توقف قدام شجرة مقدسة في القرية وبتفتكر زكرياتها وهي طفلة مع صديقها وبيكون وعدها انهم لما يكبروا هيتجوزوا ودها خاتم لكنه ساب القرية ومرجعش بقاله عشر سنين وبتمسك شيعو الخاتم وبتقول انها مش هتتجوز حد غيره وبتقرر انها تهرب من البيت وتدور عليه لحد ما تلاقيه بعدها بنشوف بطلنا جون وهو بيلعب في المية وكان بستمتع بوقته وكل البنات ببص عليه لانه اسيمه غني بيجي الخدم بتاعه وبيقوله ان ابوه القاضي بيسأل عليه لكن جون ما بيهتمش بكلامه وبيفضل يلعب ويهزر وبيسأله واحد من الخدم يعملي مع الشخص اللي اتحرش بصاحبته وبيقوله جون انه لازم يتعاقب وبيؤمره يخليه يطير في الجو وفي الوقت ده بتكون شياو في السوق وبتشوف شخص متعلق في طيارة ورق في الجو وبتتفاجئ لما بتلاقي رسمة صاحبها على الطيارة وبتفرح وبتسأل واحد من القرية على مكان صاحب الطيارة وبيقولها انه في نادي المتعة وبتجري على هناك عشان تشوفه ولما بتوصل بتمنعها صاحبة المكان وما بترضاش تدخلها وبتقرر شياو تنط من على الصور لكنها بتتزحلق وبتقع في المية على جون وبيتصدم الكل من اللي حصل وبيفتكروها عروسة نازلة من السماء وبتتفاجئ شياو ان جون كبر وبتفضل تمسكه من خده عشان تتأكد انه حقيقي وبتحضنه وبتقول انه بقالها عشر سنين مستنياة ولازم يتجاوزه لكن جون ما بيتعرفش عليها وبيفتكرها عروسة ابو بعدها له وبيطلب من الخادم بتاعه يطلعها برا وبتحاول شياو تفكره بنفسها لكنه ما بيسمع لهاش وبيقول عليها نصابة لكن شياو بتمسكه من البنطلون وبتكون عايزة تشوف الوحمة اللي فرجله عشان تتأكد انه هو لكن جون بيتحرج وبينادي على الحراس وبيخرجوها بالليل بتحاول شياو انها تدخل قصري جون لكن الحراس بيمنعوها وبتعرف منهم ان ابو جون عامل مقابلة عشان ابنه يختار واحدة يتجاوزها وبتقرر شياو تروح وبيكون في بنات كتير وبتطر توقف في الصف وبتنجح انها تدخله وبتبدأ كل بنت تتعرف بنفسها وتستعرض مواهبها على جون ولما بيجي الدور على بطلتنا بتكون حتى رجع على وشها ومبوزة شكلها بيخاف منها جون وبتقول له منها خبيرة في التشريح وبتقدر تعرف سبب موت اي جسة بيخاف الكل منها وبيخرجوا من المكان لكن ابو جون بيعجب بيها وبيقول هي اللي هتقدر حال ابنه وبيسيبهم مع بعض بتحاول شياو تفكروا من نفسها لكن جون بيحرجها وبيقولها انه مستحيل يتجاوز واحدة قبيحة زيها وبيسيبها وبيهرب منها في الشارع بعدها بيشوف واحد اسمه يونج وهو في مركب وبيشاور للمعجبين بتوعه لما بينزل بيفضله يطردوه وبيضطر يلبس قناعه وبيحاول يهرب منهم في نفس الوقت بتكون شياو بتدور على جون ولما بتشوف يونج لابس القناع بتفكره هو وبتشده من ايده وبتهرب وبتقف معاه على الجسر وبتفرجوا على الالعاب النارية وبتعترف له بحبها ولما بتقرب منه بيقلع القناع وبتتصد مشاعه وانه مش جون بتسيبه وبتمشيه بيقع منها دبوس وبياخده يونج وبيفضل باصس عليها وهي مشه وباين على انه اعجب بيها بعدها اشياء وبتكون مشه في القرية وبيجابوها وبيشدها من ودانها عشان ثابت البيت من غير ما تقوله وبياخدها معاه بنشوف جون وابوهما بيتغدوا مع واحد المفروض جون يتجوز بنته وبيحاول جون يكرهه فيه عشان يرفضه بيفضل يعمل حركات غريبة ويقع على الارض وبيقوله انه عنده مرض معدي وهيموت كمان شهر بيبعد عنه حماه وبيقوله انه برضه موافق وبيطلب من القاضي يصرعه اجراءات الجواز قبل ابنه ما يموت وبيحس جون بالاحباط وبيغم عليه وبيخرج حماه من الاصر وهو فرحان وبيقول الخادم بتاعه ان بنته هتورس كل فلوس جون لما يموت وفي الوقت ده بيروح واحد يقابل ابو الشياء وبيطلب انه يتجوزها وبيفرح ابوها لان الكل بيخاف من بنته وبياخده عشان يقعد معها ولما بيدخلوا البيت بيتفاجئ العريس ان شياءو نايمة في تبوت ولما بتسحى بتفضل تحرك رقابتها زي الزومبي وبيخاف العريس وبيغم عليه بتفضل شياءو تضحك عشان خدعته وبيتعصب ابوها عشان طفشت العريس وبياخدها وبيروح للشجرة المقدسة وبيفضل يدعي ان بنته تتجوز لكن شياءو بتقول انها مستحيل تتجوز غير صاحبها اللدها الخاتم وبيخضب ابوها وبيقولها انه مش هيعتبرها بنته تاني غير لما تتجوز وبياخد مراته وبيسيبوها وبيمشو وبتشوف شياءو ولد وبنت صغيرين عند الشجرة وبتفتكر ذكرياتها مع صاحبها وم اطفال لما كانوا دايما بيتقابلوا عند الشجرة وبتحس انها مفتقداء بعدها جون بيحاول يهرب من الاصر لكنه لما بينط السور بيلاقي ابوه قدامه ومع اثنين حراس وبياخده تاني للاصر وبيطلب القاضي من الحراس يمنعه ابنه من الخروج ومها فرحانين وبتعرف منه من الملك عايز يجوزها لابنه وبتتصدم شياءو وبتفضل تضحك وهي مش مصدقة لكن الحارس بيقولها انه بيتكلم بجد وبيؤمر الخدم يجهزوها وبيلبسها الخدم فستان جميل وبيحطوا لها ميكياج وبيسرحوا شعرها وبيعملوا منها بني قدمة ولما بتخرج شياءو من البيت بيتفاجئ الكل بجمالها وبيطلب منها الحارس تركب العربية وبتسأله شياءو اذا كان ينفع ترفض عرض الجواز لكنه بيقولها ان محدش يقدر يخالف اوامر الملك والامير ابنه هيتجوزها سواء وفقت او رفضت وبتودع شياءو اهله وهي حزينة وبتركب العربية وفي الطريق بتزهق شياءو لان المسافة للمدينة بعيدة وبتنادي على الحارس وبتقوله انها عايزة تدخل الحمام بيتحرج الحارس منها وبيرفض لكن شياءو بتقوله انها بشر محتاجة لب نداء الطبيعة بيوفق الحارس وبيطلب من الخادمة تروح معها بتنزل شياءو من العربية وبتقوله الخادمة تبعد شوية وبتطر الخادمة تسمع كلامها لكن لما بتحس انها تأخرت بتروح تطمن عليها وبتتفاجئ انها هربت وبتجري الخادمة وبتقول الحارس وبيلاوي جواب من شياءو في العربية بتتأسف فيل الامير وبيأمر الحراس انهم يدوروا عليها في كل مكان بعدها بنشوف جن العروسة اللي المفروض تتجوز جن وكانت بتحاول تشنق نفسها عشان تستعطف اهلها وتهرب من الجوازة لكن ابا وما مش بيهتموا لانهم عارفين انها جبانة وبتحس جن بالاحباط وبتقول للمربية ان مفيش غير حل واحد انها تلاقي عروسة تانية تتجوز مكانها وفي الوقت ده بتكون شياءو بتهرب من الحراس وكانت بتنط من على الصور وبتتزحلق وبتقع قدام جن وبتقولها جن انها جتلاق من السماء وبيحكوا لبعض كل حاجة ولما بتعرف شياءو انها المفروض تتجوز جن بتقرر تتعاون معها وبيتفق ان شياءو تمثل انها جن وتتجوز جن لمدة شهر وطبعا بتوافق شياءو لانها عايز تقرب منه وتتأكد اذا كان هو صاحبها اللي تربى معها ولا لا وبيبدأوا الخطة وبتتنكر شياءو وبتلبس فستان وبتخبي وشها عشان محدش يعرفها وبتركب العربية عشان تروح قصري جن ولما بتوصل بيكون القاضي فرحان انها اخيرا ابنه هيتجوز ويعمل حفلة كبيرة وبيعزم المدينة كلها وبيأكله وبيشربه وبيكون الكل مبسوط الا واحد بس وهو جن اللي بيكون مربوط عشان ما يهربش شياءو بتستغل الفرصة وبتقرب منه عشان تشوف الوح مل في رجله لكن جن بيخاف منها لانه افتكرها عايز تتهجم عليه وبيحاول يهرب وهو مربوط وبيفضل ينط زي الارنب وبيقولها انه عنده مرض معدي لكن شياءو ما بتهتمش وبتقوله استعدى بالله يا ابني وقلع البنطلون وبيتعصب جن وبيقولها انه مستحيل يتجوز واحدة قبيحة زيها وانه عنده حبيبة ومش هيتجوز غيرها وبتتأثر شياءو وبتقوله انها مش هتوقف قدام ساعته وهتسيب القصر وتمشي بكرة وبتطلب منه يحكي لها عن حبيبته وبيوافق جن وبيقولها انه يعرف حبيبته منه هم اطفال وكانوا بيتقابلوا عند الشجرة ويتفقوا يتجوزوا لما يكبروا وبتتصدم شياءو وبتفرح لانها افتكرت انه يقصدها هي وبتحاول تقوله الحقيقة لكنها تخافت تكشف هويتها وتبوز الخطة وبتقرر شياءو تفضل معاه لحد ما تتأكد بالمشاعر وبيتعصب جن انها مش هتمشي وبيقرب يخدعها وبيقولها تفكوا عشان ياكل معاه ولما بتفكوا شياءو بيبعدها عنه بيقولها انها مستحيل تبقى امراته وبيفضلوا يجروا ويتخنقوا مع بعض الحد ما بتقع عليه وبيحسوا بالإحراج يكون ابوه يفور الباب عشان يتأكد ان ابنه تجوز ومربية جن بتكون وافية كمان عشان تتأكد ان الخطة مش هي تمام واقولنا بيشوفوا بعض بيتفاجئوا وكانتها توقع لكنه بينقذها وبيعجبوا ببعدها جن بيتفق مع الشياءو انهم بيفضلوا صحاب لحد ما يلاقي حبيبته وبعدين هيطلقها وبتفرح شياءو وبيستغل لجن انها طيبة وبيقولها تنام على الارض وهو هينام على السرير وبتوافق شياءو وبتنام وهي مبسوطة وتاني يوم بتسحى شياءو بتلاقي نفسها مربوطة وجن هرب وبتعرف انه خدعها وبتخرج من الاسر عشان تدور عليه وبتكون متخفية عشان اكيد الحراس بيدوروا عليها وفعلا بتلاقيهم عاملين اعلام بصورتها ومكافأة اللي يلاقيها وفي الوقت ده بيكون جن بيلعب امار وبيتراهل مع واحد على ممتلكاته وبيكون واثق من فوزه لكن خصمه كان بيغش وميتفق مع صاحبة المكان عليه عشان يخسروه بتكون شياءو بتتمشى وبتسمع اتنين بيتكلموا عن جن وبيقولوا ان خصمه هيخدعه وبتدخل عشان تلحقه وأول جن ما بيشوفها بيحس بالاحراك بينها وبيقول لهم انها الخدامة بتاعته وبيأمورها تمشي وبترفط شياءو وبتحاول تحذروا انهم بيخدعوه لكن جن ما بيصدقهاش وبيتري عليها قدام الناس وبتزعل شياءو وبتسيبه وبتخرج بيكمل جن لعبه وبيتفاجئ لما بيخسر وبيمضي تنازل على ممتلكاته وبيحس بالزنب عشان ظلم شياءو ولما بترجع شياءو الاصل بتقعد مع ابوه وبيسألها عن جن وبتكذب شياءو عليه وبتقوله انه زوج مثالي وانها مبسوطة معاه بيدخل الخادم عليهم وبيعرف القاضي ان جن لعب امار وخسر ممتلكاته بيفضل يجلد الخادم عشان سمح لجن ان يعمل كده وبالليل بيرجع جن للبيت وبيسمع ابوه وبيقول انه ممكن يخسر منصبه بسبب اللي ابنه بيعمله وان القاضي اللي بيكرهه بيكتب الاخطاء اللي بيعملها ابنه في نوتا وبيقرر جن انه يروح يسرق النوتا من بيت القاضي وبتشوفه شياءو وبتروح وراه وبيقولها جن انهم صحاب ولازم تساعدوا وبتوافق شياءو وبيركب جن على ظهرها وبينط من على الصور وبيرملها حبل وبتدخل وراه وبيقولها ترائي بالمكان على ما يخلص وبيدخل جن البيت وما بيكونش عارف مكان النوتا فبيقرر يعمل حريقة عشان النار تاكل الورق وبيخرج من البيت وبيركب على ظهر شياءو وبينط من على الصور لكن المرة دي بيسيبها وبيهرب وبتتصدم شياءو من اللي عمله وبيشوفها الحراس وبيفتكروها السبب في الحريقة وبيكونوا عايزين يقبضوا عليها لكن فجأة بيظهر يونج وبيمسك ايديها وبيقوله مني مش هي اللي عملت كده وبيفضل يتكلم معاها وبيحاول يتعرف عليها لكن شياءو بتشكره وبتسيبه وبتمشي ولما بيرجع جن البيت بيتعصب منه ابوه وبيخلي الحراس يجلده عشان يبطل يعمل مشاكل ولما بترجع شياءو وبتشوفه بتفرع عشان خد جزاؤه لكن بعدها بيصعب عليها لما بتشوفه وبينفذ عقاب ابوه بتروح تخفف عنه وبيشوفهم ابوه وبيفرح انها بتهتم بابنه وبتحبه وتاني يوم بيصحى جن وبيلاقي شياءو نايمة على كدفه بيفضل بسصلها وبيلاحظ انها جميلة وبيعجب بيها لكنها لما بتفتح عينيها بيحس بالاحراج وبيقرصها من خدها عشان تقوم من جنبه بعدها بيروح يفتر مع ابوه وبيكون عايز يخرج من البيت وبيطلب منه ابوه ياخد شياءو معاه لكن جن بيرفض ولما بيروح عند الباب بيمنعوا الحراس لكن جن بيتخانق معاهم وبيهزمهم بسهولة وبيخرج من الباب وهو واثق من نفسه لكن فجأة بيظهر حراس تانيين بيقبضوا عليه وبيرجعوا لابوه بتفرح شياءو بتمسك دراع جن وبتطلب منه يفسحها في المدينة وبيضطر جن يتمشى معاها في السوق وبيكون عايز يخلص منها بأي طريقة عشان يروح يلعب امار بيستغل انها وقفة تشتري حاجة وبيطلب من الخادم يسرق محفظة الست اللي جن بها وبتتخانق الست مع الشياء وبتتهمها انها سرقتها وبيستغل جن الفرصة وبيهرب منها بيظهر يونج وبينقذها وبيدي للست محفظة جديدة وبيشوفهم جن مع بعض وبيحس بالغيرة لكنه بيسيبها وبيمشي بعدها شياءو ما بتقدرش ترجع الاسر قبل جن لان ابوها يتعصب ويعقبه وبيتقرر تتمشى مع يونج وبالليل بيحضروا مهرجان مع بعض وبيكون فيه اغنية جميلة بتتغنى لكن فجأة بيسمعوا صوت صراخ وبيعرفوا ان فيه حد مات وبيستخرجوا الجثة من البحيرة وبييجي القاضي علشان يحقق في الجريمة وبييجي معاه الدكتور الجنائي علشان يفحص الجثة لكن شياءو بمجرد ما بيبص للجثة بتعرف سبب ومعادل وفاة وان ما فيش اي اثر للاعتداء واكيد موت نفسه غرقان وبيقول الدكتور نفس كلامه وبيتفاجئ يونج ان الشياءو عرفت كل ده من غير ما تقرب او تلمس الجثة وبيحكم القاضي ان الضحية موت نفسه وبيقفل القضية بعدها يونج بيوصل شياءو للبيت ولما بيشوفهم جون بيتعصب وبيقول لها ما تتأخرش تاني لانها قدام الناس تعتبر مراته وبيسيبها وبيدخل البيت بالليل بيروح جون يسهر في نادي وبيلاقي هناك الشخص اللي كسبه في الرهان وبيقول له جون انه مش هيسيبه بعد اللي عمله بعدها بتروح شياءو مع يونج للنادي وبيشوفهم جون قاعدين مع بعض وبيحس بالغيرة وبيسمعوا نفس الاغنية اللي سمعوها في المهرجان وفجأة بيسمعوا صوت سريخ ولما بيروحوا للقوضة بيلاقوا الشخص اللي كسب من جون الرهان وبيتصدم الكل من اللي حصل وبيوصل القاضي ومعاه الدكتور بتقدر شياءو تحدد وقته والسبب الوفاية وبيقول الدكتور نفس كلامها وبيتفاجئ جون انها خبيرة في التحليل الجنائي وان الضحية موت نفسه بيخاف الكله وبتطلع اشاعة ان الاغنية دي ملعونة وكل ما المطربة تغنيها حد بيموت نفسه بتقول المطربة انها اشترت النوتة من واحد عجوز كانت فيها كلمات الاغنية لكن القاضي بيقول ان دي تخريف مفيش لعنة وبيقفل القضية وبيؤمر الناس كل واحد يروح على بيته تاني يوم بتحصل جريمة قتل تالتة وبتروح شياءو مع يونج المكان الجريمة وبيتفاجئوا بجون هناك وبيقولهم ان حد ضربوا على دماغه واغمى عليه ولما فاق لقى نفسه جنب الجسة وبيوصل اهل المدينة وبيتهم جون انه هو القاتل وبيجي القاضي عشان يدفع عن ابنه لكن بيجي ابو يونج وبيقول انه هو اللي يمسك القضية وبيلاق اسلاح الجريمة بتاع جون عليه قصار دم وكل الادلة ضده وبيتهم جون انه هو اللي قاتل الاثنين التانيين وبيحاول جون يدفع عن نفسه لكن محدش بيصدقه وبيؤمر الحراس انهم يقبضوا على جون عشان ينفزوا حكم الاعدام لكن ابو بيرفض وبيقول اللي هيقرب من ابنه هيقتله وبيؤمر الحراس بتوعه يدفع عن جون وبتدخل شيعاو وبتطلب منهم يدوها فرصة تحقق في القضية وانها تقدر تحلها وتلاقي القاتل الحقيقي خلال 3 ايام وبيوافق ابو يونج يديها فرصة وبيقبض على جون وبيحطه في السجن وبيأجل المحاكمة لحد 3 ايام ما يخلصه بعدها شيعاو بتتمشى في المدينة وهي مش عارفة تبدأ منين وبيتقابل يونج وبيقولها انه عايز يساعدها في حل القضية وبيتقرر شيعاو انها تشرح الجسس عشان تعرف اذا كانت جريمة قتل ولا نا ويروح معها يونج لكنه مش بيستحمل المنظر وبيغم عليه من الرعب وبتفضل شيعاو تفحص الجسس لحد ما بتكتشف انه كلهم يتسمموا بنفس طريقة وبتقوله انه اكيد في قاتل متسلسل في المدينة وبتلاحظ شيعاو انه اول جسة فيهم رجله متعورة كأنه كان مربوط بسلسلة حديد وبتروح عند البحر وبتطلب من الخادم يختص في المية ولما عمل كده لقى سلاسل حديد وتأكدت شيعاو ان حد قاتل الضحية الاولى وغرقها في البحر وبتروح مع يونجل النادي اللي حصل فيه الجريمة التانية وبيفضلوا يفكروا مع بعض عشان يفتكروا مين كان في الحفلة وفجأة بيقطع كلامهم من الخادم وبيقولهم انها يتم تنفيس حكم الاعدام في جون وفي الوقت ده بنشوف جون وهو مربوط وبيقولهم انه بريء لكن محدش بيصدقه وبيتحكم عليه انه يموت وبيوصل ابوه لكن ما بيلحقش ينقزه وبيستعد الجلاد عشان ينفذ الحكم ويقطع رقبت جون لكن فجأة بتوصل شيعاو وبتحدن جون وبتقول انها مستحيل تسيبه يموت وبيتصدم الكل من اللي حصل وبيتقولهم شيعاو انها عرفت القاتل الحقيقي وبتاخدهم وبتروح النادي وبتقول ان صاحبة النادي هي القاتل الحقيقي وبيتفاجئ الكل لانها ما تقدرش تقتل ثلاثة لوحدها وبتقولهم شيعاو انها عملت كده مع المطربة وبتبدأ تحكي ازاي نفزت جرائمها وانها خدرت الضحية الاولى وبعدين سممته رمته في البحر وربطته بالسلاسل ولبست هدوم شبه هدومه وتظاهرت انها بتنط في البحر عشان تموت نفسها وفي الوقت ده المطربة فضلت تغني الاغنية عشان تباين ان في لعنة وبعدها رجعت للمركب وفكت السلاسل عشان جثت الضحية تطفو على السطح وبكده محدش يشك فيها وكمان سممت الضحية التانية والشنائته وعزفت الاغنية الملعونة عشان تقول انه موت نفسه ولما الناس جريت على القودة استخبت ورا الباب عشان تثبت انها دخلت وراهم وبيتفاجئ الكل بزكاها وبتعترف صاحبة النادي بجرائمها وبتقول انها عملت كده لوحدها لكن شيعوب بتكتشف قودة سرية ولما بتفتح الباب بتظهر المطربة وهي لابسة أماشا ولما بتخلعها بيتصدم الكل ان في جروح حلق الشهر وبيتقول لهم عن سبب قتلهم للتلات ضحايا وانها من تلات سنين جات المدينة والشهة تشوي وبتقول للمطربة انها مش ندمان على لحملته وفجأة بيقعوا على الارض وبيتضح انهم مشيربوا السم عشان يموتوا بعد ما انتقموا من المجرمين اللي اعتادوا عليهم وبتتقفل القضية وبييتم تبرئة جن ولما بيخرج من السجن بيكون متخفي عشان محدش يشوفه وهو خارج لكن فجأة بيظهر الخادم بتاعه وبينادع ليه بقى على صوته وبيكون عمله حفلة ولا مزمرعة بسلامه وبيحضنه وهو بيعيط بعدها بتجي شياو وهي فرحانة وبتجري على جن وبتحضنه وبيشكرها جن انها انقاذت حياته وبتفرح شياو بكلامه وفجأة بتلاقي اهل المدينة بيحتفلوا فيها وبيشكروها عشان ظهرت الحقيقة لانهم كانوا خايفين من اشاعة الاغنية الملعونة وبيدوها اداية وبيحس جن انه فخور بيها وبيروحوا الاصر مع بعض لما بيوصلوا بتكون شياو محضره لهم فجأة ولما بيدخل جن بيلاقي لعبة الامار اللي بيحب يلعبها وبتقوله انها تعلمتها مخصوص عشان تلعب معاه في البيت وبيعود جن وهو مستغرب وبتقوله شياو يعتبرها صاحب وبترسم على وشاها الشنب ودأ بيفضلوا يلعبوا مع بعض طول الليل وهم مبسوطين لحد ما بيناموا على نفسهم من التعب وتاني يوم لما بيصحوا بيتفاجئوا انهم نايمين جنب بعض وبيقوم جن بسرعة من الاحراج يقولها تطلب اي خدمة منه ويعملها عشان يردلها الجميل وبتفرح شياو وبتطلب منه يخرج معها في موعد وبيطر جن يوافق وبيتفق يخرجه معه بعض بالليل بعدها شياو بتروح تفتر ولما بتخلص بتروح الجنينة وبتلاقي هناك فراشات بتنور شكلها جميل وبتاخد واحدة منها تحطاها في فنوس في الوقت ده جن بيكون عند الشجرة بيفتكر ذكرياته وهو طفل مع البنت اللي كان بيلعب معها وبينام على نفسه لما بيصحب يكون النهار طلع بيجري للمكان اللي المفروض يقابل فيه شياو وبيتفاجئ انها لسه هناك مستنية بيتعصب عليها وبيقولها ليه فضلت هنا طول الليل في البرد بتقوله شياو ان ده قول معاد بينهم وما تقدرش يتفوته بيتأثر جون بكلامها وبيحضنها عشان يدف فيها وبياخدها وبيرجع للأصر بعدها جون بيتمشى في المدينة وبيلاقي جن الحقيقية واقع في مشكلة وبيدفع عنها وبتعجب بيه جن من اول نظرة وما تعرفش ان هو اللي كان مفروض تتجاوزه ثاني يون بتروح شياو للسوق وبتشوف طيارة ورقية عليها الرسمة اللي كان صاحبها بيسمها وبتفتكر جون اللي مطيارها ولما بتروح هناك بتتفاجئ ان يونج هو صاحب طيارة وبتتصدم شياو لانها افتكرته صاحبها اللي بتدور عليه وكانت عايزها تصرحوا انها البنت اللي ادها الخاتم لكنها بترفو بتعمل كده عشان ما تكشفش هويتها وتكمل الشهر مع جون وبتسيبه وبتمشي لما بترجع القصر بتلاقي جون محضر لها مفجأة بيقول لها انه وافق يتجاوزها لكن شياو بتعيت ولما بيسألها ما لها بتقوله شياو انها عايزة تطلق وبيتصدم جون من اللي سمعه وبيتخانق معاها وبتقوله شياو انه خداعها ومستحيل تعيش معاها وبتسيب له البيت وبتمشي وبيعرف ابو جون باللي حصل وبيزعق لابنه عشان ساب مراته تخرج لوحدها وهي ما عاش فلوس ولا مكان تروح له وبيقول له يدور عليها بعدها القاضي بيعرف ان الدكتور الجنائي ساب الشغل وبيطلب من الخادم يعلق اعلان بيطلب فيه محق الجنائي يساعده في حل القضايا وفي الوقت ده بتكون شياو بتتمشى في المدينة وهي جعانة وما تعرفش حد تروح له وبتفكر ترجع للقصر لكن كبرياءها منعها وبتشوف اعلان الوظيفة وتفرح وبتقرر تقدم عليها وبنشوف القاضي وهو بيعمل مقابلة للناس اللي مقدمة وكلهم ما ينفعوش ولما بييجي دور شياو بيكون مترد لان الوظيفة صعبة وعايزة راجل لكن شياو بيكون عندها خبرة ومعلومات عن الجسس وتشريح وبيضطر القاضي انه يقبلها لانها احق واحدة بالوظيفة وبيديها مرتبها مقدما عشان تصرف منه وبتفرح شياو وبتروح لجون وبتقول له انها ما بقيتش محتاجاها وتقدر تعتمد وتصرف على نفسها وبالليل بتلمش شياو حاجتها وبتسيب القصر لكنها وهي ماشية بيظهر اتنين اللصوص وبيخضروها وبيخطفوها عشان يطلبوا فدية من جون وفي الوقت ده جون بيحس بغيابها وبيدور عليها مع يونج وبيشوف المنديل بتاعها ومع رسالة من اللصوص بيطلبوا منه يجي الوحده وإلا شياوها تموت بيمثل جون انه مش مهتم عشان يخدع يونج ويروح لوحده وبيسيبه ويركب حصانه وبيجرب اقصى سرعة للمكان وبيشوفه يونج ويروحوا وراء من غير ما يحس ولما بيوصل جون للمكان بيشوف شياو مربوطة بتترجى اللصوص عشان يحرروها وبيتقولهم انها مش مراته الحقيقية وانها انتحلت شخصية جين وان جون بيعملها زي الخادمة ومستحيل يتفعلهم فلوس عشانها لكن اللصوص مش بيصدقوها وبيفكوها عشان يقتلوها وفي الوقت ده بيدخل جون وبيقولهم انها مراته وبيهددهم لو قربوا منها هيندمهم وبتتفاجئ شياو وبيقرب منه واحد عشان يقتلو بالسيف لكن شياو بتعيط وبتهجم عليه من ظهره عشان تنقذ جون فبيتعصب المجرم وبيكون عايز يقتلها الاول لكن بيوصل يونجو وبيضربو وبينقذها وبيستغيل لجون الفرصة وان الشياو بقت في امان وبيقوم وبيتخانق مع اللصوص وبيقدر يضربهم كلهم وبيكسر عضمهم لحد ما بيهربوا منه وبتروح شياو وتطمن عليه وكان باين انها الانا وبيمثل جون ان رجله تكسرت عشان يسند عليها وبيخرجوا من المكان وبيركبوا الحصان مع بعض وبيرجعوا للأصر وهناك بيجي الدكتور عشان يفحص جون وبيقول انه كويس لكنه مش عارف هو ليه مغم عليه وبيقلق ابوه وبيقرب منه لكن جون بيغمزله وبيفهم ابوه ان دي خطة عاملها ابنه عشان شياو ترجع له وبيخرجوا عشان يسوه من لوحدهم بتحس شياو بالزنب وبتعيط لانه تصب بسببها وبتفضل تدعي انه يقوم بالسلامة وبيفرح جون وبيمثل انه فأ من الغيبوبة وبتهتم بيشياو وبتفضل تأكله وبيدخل عليهم يونج عشان يزوره وبتشكره شياو عشان انقذهم وبيتدايق جون وبيحس بالغيرة لما بيشوفه بعدها يونج بيتكلم معه وبيقوله انه عرف الحقيقة وانشاو اتجوزته عشان تنقذ جين وبيتنفس معاه على اللي يكسب حبها وبتدخل شياو عليهم وبتتفاجئ بجون وهو واقف على رجله وبتتعصب عشان كذب عليها وبيتسيبه وبتمشي وبالليل بتروح تعود مع يونج عشان تتأكد اذا كان صاحبها ولا لا وبتسأله اذا كان زار القرية بتاعتها قبل كده لكنه بيقول لها انه مش متأكد لانه زار قرة كتير مع ابو بيكون جون شايفهم وباين انه غيران وبيرجع الاسر عند ابو وبيقوله على حقيقة شياو وانها انتحلت شخصية جين وبيطلب منه يسمحها وبيقوله ابوه انه مش فارق معاه اذا كانت غنية او فقيرة المهم انه يكون مبسوط معاها بتسمعه المربية بتاع الجين وبتقرر تسيب الاسر وتمشي بعد ما اخطتها تكشفت وبتسيب رسالة لابو جون وبتمشي وهي حزينة وبالليل بترجع شياو للاسر وبيقولها الخادم ان جون تعبان وبيطلب منها تروح تطمن عليه بتكون شاو عرفا وبيمثل عليها وبتتعصب منه لكن جون بيمسكها من ايديها وبيقولها تفضل جنبه لحد ما ينام وبتوافق شياو لكنها بتنام على نفسها ولما بتصحى بتلاقيه جنبها وبتخاف منه وبيقولها جون تسمع كلامه وإلا هيقول ليونج انها نامت جنبه وبتطر الشياو وتوافق وبيخرج معاها وهو مسك ايديها عشان يغز يونج وبيفضل يأكلها قدامه وبيمثل انهم زوجين مثاليين وبالليل بيكون جون عند حمام السباحة وبيطلب منها تعمله مساج ولما بتقرب منه شياو وفجأة بتظهر بنته وبتحدن جون وبيتضح انها حبيبته لينا اللي كان مستنيها بتعرف شياو ان جون مش هو صاحبها اللي اديها الخاتم وبتعرف نفسها للبنت على انها خدامة عشان ما بوصش علاقتهم وبتسيبهم شياو وبتخرج من حمام السباحة وبتكون زعلانة لانها افتقرت كلام جون على حبيبته وانها اجمل منها بكتير بيشوفها يونج وبيديها العباية بتاعته عشان تدفة وبتقوله شياو انها لازم تخرج من حياتهم عشان يرجعوا لبعض وبتشكر يونج وبتديله عبايته وبتسيبه وبتمشي بنشوف جون وهواف وبين علي انه زعلان عشان حبيبته رجعت وهيبعد عن شياو وتاني يوم لما بيعرف ابوه باللي حصل بيتعصب وبيكون عايزوا يفضل مع شياو لان اللي ايا دايما بعيدة عنه بسبب شغلها وبيعودوا كلهم ياكلوا مع بعض وبيطلب القاضي من شياو وترجع الاسر تاني بصفتها مرات جون لكن شياو بتقوله انها لازم تضحي عشان ساعدت جون وبتسيبهم وبتمشي وبيتأثر جون باللي عملته وبيحس انه حبها اكتر وتاني يوم جون بيودى عليها عشان راجع القريطة وبتقوله انها مطمنة عليها عشان شياو هتاخد بالها منه بعدها شياو بتبدأ شغل في مكتب القاضي وبيقول لها انهم لاوا جسس اللصوص اللي خطفوها لكنهم ميتين قريب من القرية بتاعتها وبيطلب منها تحقق في الموضوع وبتوافق شياو وبتستعد عشان تروح وبيشوفها يونج وبيقرر يروح معاها بعدها جون بيعرف من ابو اللي حصل وبيتعصب عشان ساب شياو تروح لوحدها وقرر هو كمان يروح وراها عشان يحميها بعدها شياو ويونج بيعودوا يأكلوا عشان يستليحهم للطريق وبيشوفوا واحد من اللي خطفوها لكنه لما بيشوفهم بيجري منهم وبيفضلوا يطردوه لكنهم بيتعبوا من كتر الجري وبيزهر جون على حصان وبيجري وراه وبينجح انه يقبض عليه وبيربطوا في شجرة عشان يحققوا معاه لكن قبل ما يعترف بيتضرب عليه سهم من بعيد وبيموت وبيكون اللي عمل كده نينجا وبيحاولي قتلهم لكنهم بيصدوا الأسهم بتاعته لحد ما بيسيبهم وبيهرب وبيزهر عمدة القرية ومعه الحراس وكانوا يقبضوا عليهم لكن شيئاو بتقولوا انها محققة والقاضي اللي بعيتها فبياخدوا بمعالي البيت وهناك بيرحب بيهم وبتوصل مفاتيشة من قصر الحاكم وبتدخل عليهم وبيرحب الكل بيها وبيحكي لهم العمدة ان فيه وباء غريب انتشر في القرية وناس كتير اتصابت بيه ومحدش عارف سببه وبيطلب منهم يحققوا في الموضوع وبيعودوا الاربعة مع بعض وبتتعرف شيئاو على المفاتيشة بيكون اسمها السيون بيتفقوا يتعاونوا عشان يحلوا القضية بعدها بيروح الفريق لطبيب القرية وبتلاقي انك ناس كتير عايزين الدواء لما بيتكلموا مع الدكتور بيقولهم ان الوباء مش خطير وهو مسيطر على الوضع وبتقرر شيئاو تشرح جسس اللصوص عشان تعرف سبب موتهم وبالليل بيروحوا للمكان اللي اتدفنوا فيه وبيكون كل الفريق خايف إلا شيئاو بيحفروا هم مرعوبين وبيستخرجوا الجسس وبتبدأ شيئاو وتفحصهم وبتكتشف انهم ماتوا بسبب السم وان اللي قتالهم طعنهم بالسكينة عشان يخفي سبب الموت الاصلي لما بيرجعوا للقرية بيكون النار طلع وبيلاوا العمدة بيقبض على الطبيب ولما بيسألوا عن السبب بيقولهم انه فيه اتنين عندهم الوباء ماتوا واكد هو ادالهم دواء غلط وبتروح شيئاو تحضر التحقيق وبيدفع الطبيب عن نفسه بيقولهم انه نفس الدواء لكن العمدة مش بيصدقوا وبيحكم عليه بالسجنة وبتقرر شيئاو تحقق في الموضوع وتساعده وبتروح تفحص جسد الاتنين اللي ماتوا وبتتفاجئ انهم ماتوا بالسم زي اللصوص ولما بتخرج من هناك بتشوف بير الميا بتاع القرية وبتتفاجئ بمادة لونها غريب عليه ولما بتفحص الميا بتكتشف ان فيه حد حط سم في الميا عشان يقتل اهل القرية لكن بسبب ان السم كميته كانت صغيرة حصل وباء والناس ما ماتتش وبتستغرب من اللي ممكن يعمل حاجة زي كده وبيروح جون يحذر اهل القرية وما بيكونش حد مسدقه في الاول لكن لما بيعمل لهم التجربة بيتغير شكل الميا وبيظهر لون السم وبيتصدموا انه بيقول الحقيقة بعدها شيئاو بتقولهم ان كده القاتل هيحاول يخلص منه وبيتفقوا على خطة وبالليل بيظهر النينجا وبيدخل المكان اللي بيناموا فيه عشان يقتلهم لكن جون بيعملوا كمين هو ويونج وبيقبض عليه لكن النينجا بيكون سريع ومحترف فنون قتالية وبيقدر يهرب منهم وفي الوقت ده بتروح شياو مع السيون بيت العمدة يدوروا فيه على دليل وبيتفقوا ان فيه قوضة سرية ولما بيدخلوها بيلاقوا السم وبيعرفوا ان العمدة هو اللي وراء اللي بيحصل في القرية لكن وهم خارجين بيتصدموا وبيقبض عليهم وتاني يون بيسمع جون اهل القرية وهم بيقولوا ان العمدة قبض على المجرم اللي حط سم في المية وهيعدمه وبيجري جون على هناك وبنشوف شياو والسيون واما مربوطين وبيقول لهم العمدة انهم لازم يموتوا عشان عرفوا حياته وفجأة بيوصل جون مع يونج وبيطلب من العمدة يحررهم لكن العمدة بيؤمر الحراس يحطوا الأسلاح على رقبة شياو وبيهددهم يستسلموا وإلا يقتلهم وبتنجح سيون انها تضرب الحراس اللي معاه السلاح وبيستغل لجون ويونج الفرصة وبيهجموا على باقي الحراس وبيضربوهم وبيحرروا شياو وسيون وبيطلب جون من يونج انه ياخدهم ويهرب وهو يحصلهم وبتكون شياو رفضة عشان مش عايزة تسيبه لكن جون بيطب منها انها يقدر يهزمهم وبيفضل جون يقتلهم لوحده وهو مش خايف وبيظهر النينجا وبيهجم على الشعب وبيحاول يونج يحميها وبيبرزوا بالسيف لكن النينجا بيكون أقوى منه وبيضطر جون يتدخل ويقتله لكنه بيكون تعب وبيستغل للنينجا الفرصة وبيضربو وبيوقاه على الأرض وبتجري شياو وتتطمن عليه وها بتعيط وبيكون جون حالته خطيرة وبينزف دم وبيغم عليه وبيحصرهم النينجا والحراس وبيستعدوا عشان يقتلوهم لكن فجأة بتوصل لها من ظهرهم وبترمي عليهم أسهم مخدرة وبتوقع الحراس على الأرض لكن النينجا بينجح انه يتفدها وبيهرب وبيحاصر حراس لها المكان وبيقبضوا على العمدة وبتاخد جون معها عشان تعالجوا بعدها بيوصل للقاضي وبيحققوا مع العمدة وبيتضح انه مزيف وقاتل العمدة الحقيقي وانتحل شخصيته عشان كان بيحب مراته وعايز اتجاوزها ولما النينجا اكتشف هويته أكبر وينفذ أوامره ولما بتسأله الشياء عن هوية الراجل النينجا بيخاف وبيحذرها انه خطير ولما بيقرر بيعترف فجأة بيظهر النينجا من بعيد وبيقتله بسهم مسموم وبيهرب بعدها بتروح شياء تطمن على الجن وبتقول لها ليا انه محتاج يرتاح وبتكون متعصبة منها لانها عرضته للخطر بعدها بيرجع القاضي للأسر وبيتفاجئ بأهل المدينة بيرحبوا بيه عشان حل القضية وانقذ قريبهم وبيفرح القاضي وبيكون فخور بشياو لانها السبب وبتروح سيون لأسر يونج عشان تقعد عنده وتفضل تغير في دكور المكان عشان يناسبها وبتحاول شياو تتكلم معلية وتعتذر لها وبتقول لها انها ما كانتش تقصه وبتضربها بالألم وبتقول لها انها كانت فاكرة جون بيتسلى بيها لحد ما ترجعله لكن اتضح انه بيحبها وبتحذر شياو انها من دلوقتي بقت عدوتها وبتتصدم شياو من كلامها وبتروح تطمن على جون وبتفضل تتكلم معاه وهو نايم وبتعيط وبتشكره انه كان دايما بيدفع عنها وبتعتذر له عشان سببت له المشاكل وبتقوله انها مش هتقف في ساعاته مرة تانية وبتودعه وبتمشي وبتروح شياو لأسر يونج عشان تقعد عنده وبيفرح وبيقول للخادم يوديها للقوضة القريبة منه وبالليه اللي بيفوق جون وبيسأل عن شياو وبيقول انه حس انه سمع صوتها وهو مغمى عليه وبتقول له لها انها ما جاتش تزوره وهي اللي فضلت جنبه وبيغمى عليه تاني من التعب بعدها بتفضل شياو سهرانة تعمل لجون جون وبينام بعدها شياو بتتكلم مع سيون وبتعرف منها انها شافت يونج وهو بيعمل تمارين وبتسألها اذا كان فيه واحمة في رجله لكن سيون بتقولها لا وبتستغرب شياو وبتعرف انه مش صاحبة اللي بتدور عليه وبيكون باين على السيون انها معجبة بيونج لكنها بتنكر وبتقول لشياو انها هتبعد دعوة ليونج عشان تبرزه بالسيف وبالليل بيكون يونج في قطه وبيجيله دعوة عشان يتفسح في المدينة وبيفتكرها من شياو وبيفرح وتاني يوم بيروح في المعاد لكنه بيتفاجئ ان اللي جات هي سيون وبيضطر يتماشى معها في الجنينة وبيتفرجوا على الغروب وبيقضوا وقت لطيف وهم مبسوطين ولما بترجع السيون بتتكلم مع شياو وبتفرح انها قربت من يونج وبتتفاجئ شياو ان السيون تبقى بنت الملك يعني اخوها هو اللي كان هيجوز شياو وبتقولها السيون انها من اول ما شافتها وهي عرفت انها العروسة اللي هربت وبتوعدها انها مش هتبلغ عنها وهتساعدها تدور على صديقها اللي بتحبه وبتفرح شياو وبتوعدها هي كمان تساعدها تقرب من يونج وتخليه حبها وبتمر الايام وبترتب لها شياو معاد مع يونج وبتروح تقابله وبيرسمه مع بعض وبيحس يونج انه بدأ يعجب بيها وبشخصيتها وكل يون بقوا يخرجوا مع بعض لحد ما في يون بتقرر سيون ترجع المدينة بتاعتها عشان تطمن ابوها ولما بيعرف يونج بيحس انه مفتقدها بعدها جون بيروح لقصر يونج عشان يقابل شياو لكنها ما بترداش تفتح له وبتقوله انها ما بقتش مهتمة بيه وبتطلب منه يمشي لكن جون بيرفض وبيقول لها انه مصمم يشوفها وبتقوله شياو انه لو فضل يطاردها هتسيب المدينة فبيزعل جون وبيسيبها وبيمشي وبتحس الشياو بالزنب لانها قسرت قلبه وبالليل بيفضل جون يتضرب بالسيف وهو متعصب وبتروح لوليا وبتقوله انها عايزة يرجعه لبعض ومش هتبعد عنه تاني لكن جون بيقول لها انها سبيته عشر سنين وما بقش يحبها وانه دلوقتي بيحب الشياو وبتقول لوليا انها انقذت حياته ومدين ليها وبيديها جون السيف وبيقول لها تطعانه عشان يسدد الدين لانه ما يقدرش يبعد عن شياو وبتتصدم لها من كلامه وبتسيبه وبتمشي بعدها شياو بتروح لقصري جون وبيفرح لما بيشوفها لكنها بتقوله انها جاية تودعه وانها تسيب المدينة لكن جون بيرفض وبيقول لها انها لسه امراض ومستحيل يسيبها وبيشيلها وبياخدها لقضتها وبتتأثر شياو بحنيته وبتقوله انها مش هتمشي وبتطلب منه يسيبها ترتاح وبيفرح جون وبيسيبها وبيفضل طول الليل سهران قدام قضيتها عشان يضمن انها مش هتمشي لحد ما بينام من تعب وبيصحى مفزوع وبيدخل يطمن عليها وبيشوفها نايمة بيقرب منها بيلاقي جواب كتبها ولما بيقرأه بتكون شياو وبتعترف له بحياتها وانها انتحلت شخصية جين وبتعتذر له انها سببت له مشاكل وعرضت حياته للخطر وانها اتموت نفسها عشان تصلع غلطتها وتشكره على الوقت اللطيف اللي قضيته معاه وبينار جون وبيقولها انه كان عارف حياتها وبيعترف لها بحبه وهو بيعيط وفجأة بتصحى الشياو وبترمي من بقها حبيت السم وبيفرح جون انها لسه عايشة وبيحضنها وبتحكي له الشياو هي اللي عملت كده وعن صاحبها اللي اديها الخاتم وفجأة بتدخل جين وبيتقول لجون الحقيقة وان الشياو انتحلت شخصيتها وعايزة يتجوزها هي لكن جون بيقولها انه عارف كل حاجة وانه بيحب الشياو برضو وبيحذرها لو قربت منها هي ندمها بعدها يونج بيكون واقف عند النهر وبترجع له السيون وبيكون شكلها جميل وبيفرح يونج لما بيشوفها وبيعترف لها بحبه بعدها جين بتقرر تنتقم من شياو واتدمر لها حياتها وبتروح تقابل ابن الحاكم وبتقول له على مكانها وبتحكي له عن شياو وعن صاحبها اللي بتدور عليه بيتفاجئ الأمير وبيتضح انه هو صاحبها اللي ادها الخاتم وبيقرر يروح المدينة عشان يقابل شياو وفي الوقت ده بتكون شياو مع جون وبيديها خاتم بمناسبة انها وفقة بأمراته وبعدها القاضي بيرقي شياو وبيخليها المسؤولة عن كل القضايا وبيخلي جون النائب بتاعه وبيبدأوا يحلوا القضايا مع بعض بعدها بتكون في قضية كبيرة عن اختفاء ستة أشخاص من المدينة والحراس لقوهم مقتلين كلهم عندهم 18 سنة وبيتجمع الفريق وبيتروح شياو وتفحص الجسس وبتقول ان العمل كده قاتل محترف وعارف هو بيعمل ايه ولازم يلاقوه قبل ما يقتل حد تاني وبيعلن القاضي حظر تجول عشان يقبضوا على القاتل وبالليل بيشوف جون شاب في الشارع وبيسأله رايح فين وبيقوله انه فرحه النهاردة وبيظهر حمل عريس وبيخاف منه القاضي وبيسمح له يعدي وبيحكي لهم القاضي انه عالم عبقري وفيه شعات بتقول انه بيعمل تجارب وبيقدر يصح الموتى وانه بيعالج الفقراء ببلاش والناس كلها بتحبه وبيفضل الفريق يحرس الشارع طول الليل وتاني يوم بيجي لهم واحد بيقولهم ان العريس ومراته اختفوا وبيقرر الشياو والفريق يروحوا يحققوا في الموضوع ولما بيوصلوا البيت العالم بتكون لها متدربة هناك وبتقولهم انه محدش مسموح لو يدخل البيت ولما بيصمم جون بيظهر العالم وبيتقاتل معاه بيلاحظوا ان ما فيش اي اثر لقتال او حاجة مكسورة وبيشموا ريحة عطر غريب وبتلاقي اشياء واعشاب كتيرة مزروعة في البيت ولما بيحسوا ان ما فيش دليل هيساعدهم بيقرروا يمشوا وبيرجعوا عند القاضي بيبلغوه لكن بتدخل عليهم جن وبتطلب مساعدتهم وبيكون جالها رسالة تهديد من القاتل وبيقرروا يحاولوا يمسكوه وبالليل بيفضلوا وقفين قدام بيتها عشان يقبضوا عليه وبتروح لهم ليا وبتقول لجن انها عايزة تساعدهم وفجأة بيشوف جن شخص بيجري وبيروح وراه وبتدخل شيا لبيت جن عشان تطمن عليها لكنها بتحس بالدوخة وبيغم عليها ولما بتفوق بتلاقي جن مقتولة وبتتهمها ليا انها اللي عملت كده وبتتصدم شياو ما بتكونش مستوعبا اللي حصل وبتحاول شياو تدفع عن نفسها لكن اهل جن بيطلبوا من القاضي يعدموها عشان ينتقموا منها وبتطلب شياو انها تقابل جن لكن الخادم بتاعه بيقول انه بيدور عليه مش لقيه وفي الوقت ده بيفوق جن وبيلاقي نفسه مربوط وجنبه ليا وبتقوله انها مش هتسيبه يتجوز حد غيرها وبتخضره بالابرة عشان تنفس خطتها بعدها ابو يونج بيحكم على شياو بالاعدام وبيؤمر الحراس ياخدوها عشان ينفزوا الحكم وبيربطوها عشان يحرقوها وهي صحية بس كده يا صديقي بتنتهي احداث الجزء الاول استنوا الجزء التاني اللي هينزل قريب على القناة واشتركوا وفعلوا الجرس عشان توصلكم ملخصتنا اول باول سلام